بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم في الحبليات و شعبة شعبة الفايلام كورداتا و شعبة الفاقريات نتكلم على فوق طائفة الاسماك الغضروفية و نتكلم في مثالنا كلب السمك سيليوريناس كانيكولا الحقيقة طبعا كلب السمك ناخده مثال الاسماك الغضروفية و نتكلم على انه احد اسماك القرشة الصغيرة الشكل الخارجي بتاعه بمغزال الشكل الجسم مكمل من ثلاث مناطق زائعية سمكة الرأس منضغط من اعلى الاسفل فرأس مفلطح و جزع و ذي يبقى هو جسم رأس و جزع و ذي للرأس ماله منضغط من اعلى الاسفل الجزع و ذي المستديرين في الجزء و النهاية الاخر الجسم يوجد عين على كل الجانب يحرصها جفنان هذا اوه العين هي موجودة و يوجد المتنفس او الجزء اللي هو خالف العين كده اسمه المتنفس او الجزء ده بعد كده طبعا المتنفس ده فائدته خروج الماء الزير و كان هو يقول انه هم عبارة عن خشوم ضامر اختفى و عنده خمس خيشين كده هم موجودين واحد ابنين ده طبعا خمس فتح خشومية الخامس يتحوروا بقى ايه المتنفس و ده موجود خلف العين توجد خمس فتحات خشومية فايف غالس لتز اللي هم موجودين في البيتروميزو كانوا سابعة هنا و في السوهيم كانوا مئة وتمانين و هنا في الدوكفيش يبقى العدد كام العدد خمسة ده الشكل الخريجي الدوكفيش هيبقى عبارة عن جسم رأس و الجزء و الذيل طبعا الذيل بيفتح بعد فتحة الكولواكا او المزرق نشوف الزعانف هنا هتلاقي فيه زعانف مزدوجة الزعانف الاولية الصدرية اتنين و الزعانف الحوضية اتنين برضو بنفس الشكل ده يعني زوق بعد كده في الزعانف الفردية هتلاقي زعانف الزهرية عبارة عن جزئين جزء امام جزء خلفي بعد كده زعانف زيلية الابحث بزيل و قلنا نوع عيتور السركل يعني غير مدقانسة جزء اعلى جزء اصغر و فيه زعانفة البطنية هتلاقي جسم من فوق هنا داكن شوية و من تحت ايه ابيض او فتح و دا طبعا بيقوم في صفة مميزة لكل الاسماك او معظم الاسماك طبعا دي اللي تخفي عشان الكائنات اللي تحت ما تشوفهاش والكائنات اللي فوق برضو ما تشوفهاش تبقى مضاهية للوسط الياه ايه مريبة ليه و عندك خمس فتحات خيشومية عندك فتحة ناحية الفم من ناحية البطنية و فتحة الانف بتبقى ناحية لو تبسط على اسمادية ناحية البطنية برضو يبقى هنا فتحة الفم وهنا زوج من فتحات الانفية بيوصل الانف مع الفم قولنا ميزة بيسموه الميزة انفي فمي او فمي انفي و ناحية البطنية زي ما احنا شايفين كده في زعنفتين او ناحية البطنية لو بالشكل دا يبقى دا على طول الانثة لكن عن حال البطنية للميل في الزعنفة الحوضية بتلاقي اللي هو الكلاسبرز او المسكتان يبقى دا كده على طول ميل طالما فيه مسكتان يبقى دا ذكر ومن غير مسكتان هتلاقي فيه الدبقة دي على طول طبقة الانثة او الفميل اول جهاز انا كلم عليه هو الجهاز الجلدي او الانتجومنتري سيستم جلد رمادي اللون به بقع 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 اه بنية على سطح الايه العلوي لو الاسماك مثلا الوسط تحت بقى غامع فالاسماك الاعلى تبص عليها ما تاخدش بالها ان فيه كائن بتحرك لانه هو بقى لونه قريب من لون القاع شوية عشان كده والعكس مسلا من ناحية البطنية تقي اللون ده بفاتح خالص على ناحية البطنية برضو ده علشان لو الاسماك بتبص علي من القاع الاعلى تبقى افتجاه الضوء فيبقى فيه يحصل تمويع او اختفاء لوني اه فعندك هنا الجسم مغطى بالقشور الدرعية زي ما انت دي حاجة بتميز الاسماك الغضروفية ويوجد خط جانبي اول مرة نشوف الخط الجانبي كان في الاسماك الغضروفية في الدوكفيش عنده خط واحد من الكلام علي كده اسماك العظمية في سمكة البولتن لانهما عبارة عن خطين اه برضو هذا الخط يحتوي على اعضاء حسية بتحديد التغيرات في الضغط والحركة يعنوا ليه وظيفة حسية بالخط الجانبي يتكون الجلد من طبقتين زي ما قولنا البشرة والادم قبل كده لكن البشرة اللي هنا بتبقى طلاقية حرشوفية مصففة طلاقية حرشوفية مصففة يعني ينتشر بها خلايا مخاطية زي البتروميزون برضو لكن طبعا جزم البتروميزون كان لا ينترم عريش حراشيف لكن هنا عندنا حراشيف ونوعها ايه حراشيف درعي الادماء عبرها عن نسيج ضام يحتوي على عودة مورية وخلايا صفغية وما الى ذلك من اي من المكونات تميز نسيج ضام الموجود القشور زي ما قولنا او الحراشيف بتبقى قرشور ايه بلاكويد سكيل البلاكويد سكيل الحراشيف درعيه تتجه للخلف تجهل الخلف بالشكل ده كده تتكون من صحيفة قاعدية جزء صغير كده بيسموه صحيفة قاعدية عام كده والى تحت ده كده وردو هنا نفس كده متعروجات كده جزء ده كده فده الايه ده البالبو الكافتي الموجود جزء الموجود هنا ده كده البالبو كافتي وده الصفاحة القاعدية البيزل بليت مغمورة فين موجودة في القدمة وشوكة تتجه للخلف خالص كده بالشكل ده كده خالص موجودة في وشوكة حد تخترك البشرة للخلف خلف الجسم تتكون القشرة منين من طبقتين تشبه الاسنان القشور دي لما جات على الفم تحورت طبقت اسنان هي العاج طبقة الداخلية هي العاج وطبقة الخارجية هي المينة او الانامل يبقى هي زي الاسنان فعلى من العاج والمينة اعجل الداخل والمينة الخارج القشرة فراغية تسمى بتجويف اللوب الهو الداخل ده ونسيج ايه برضو ضام ده نسيج ضام يحتوي على اعاية دموية من طبقة الايه من طبقة الادمة ده ده الشكل اللي وضح لك تركيب البلاكودي سكيلز وتشوف كده من الجلة دايما ايه باتجاه للخلف اللي هي الأشواج بتاعت القشور الدرعي ده المنطقة الامامية وده المنطقة الخلفية طيب نجي تبص كده على البشرة تلاقي البشرة عبارة عن ايه طبقة ايه طبقة طلاقية حرشوفية مصففة طيب ده طبقة واحدة طبقة واحدة ولا عدة طبقات طيب بعد كده فيه الايه هي الأدمة يبقى عندي الابديرمس وعندي الابديرمس ده في خلايا بتفرز المخاط او في خلايا بتفرز المخاط تحت الابديرمس هتلاقي على طول برضو الخلايا الصبغية الملانوفورز اللي بتدي اللون الرمادي لالايه الجلد في قلب طبقة الادمة هتلاقي فيه الصفيحة القاعدية اللي بيتكون منها البلاكويد سكيلز او الحرشوفة الدرعية يطلع منها تعرجات زي ما انت كده بالداخل جواه فراغ اسمه فراغ الادمة جواه فراغ اللي هو اللوب المشترك اللي هو البالب كافتي هيبقى فيه نهايات ايه او عاية دموية والنهايات العصاب والكلام من ده هتلاقي في القاعد خلص هتلاقي البلاكويد سكيلز اللي هي الحرشوفة الدرعية عبارة عن ايه عبارة عن طبقتين للداخل والنامل للخالف هتلاقي ده تجويف الموجود ده وطبعا بنتهي به الشوكة اللي هي بتبقى للخالف ده منظر برضو الحرشوفة الدرعية الموجودة تحت الميكروسكوبة هنا بتوضح هاي برضو اه موجود جزء يطلع منها في البشرة والجزء اللي هو الاسفل ده اللي هو موجود في الديرمس وده هنا الميلانفورز اللي هي نفسها اللي هي البيجمند سيلز او الخلايا الصبغية اه ده الدينتين للداخل اوه وده الانامل الخارج وما دول بيكونوا من طبقتين اه ده برضو لتركيب اله 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 اللي هي عدل الخارج لو جيت تشوف السنة نتلاقي نفس السنة برضو الانامل والدينتين نفس الطبقات التي كوي منها اله الحرشيف الدراعي ده بشكل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته